موقف نادي الزمالك من التعاقد مع أليو باجي يظل معلقا حاليا حيث أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي أن اللاعب زيسنجالي معروض حاليا على الفريق يشير سليمان إلى أن برنامج الإسكوتنج قد أنهى تقريرا حول اللاعب ولكن القرار النهائي معلق مؤقتا خاصة في ظل تسوية قضية إيقاف القيد والغرامة المستحقة لنادي سبورتينج لشبونة في هذا السياق يعكس مجلس إدارة الزمالك تحفظا حتى الآن بسبب التطورات القانونية ويتوقع حسم الموقف بمجرد حل أزمة إيقاف القيد يذكر أن الزمالك يستعد للمشاركة في بطولتين وديتين في الإمارات وتأتي هذه المشاركة بعد موافقة مجلس الإدارة على الانضمام لبطولة النادي الوحدة وكأس الدبي للتحدي يرجى متابعة التطورات للحصول على معلومات أكثر دقة بعد حسم القضايا الحالية ترجمة نانسي قنقر